ما تزال الاحتجاجات مستمرة في مختلف المدن الإيرانية رغم حملة القمع التي تنفذها القوات الأمنية وارتفاع أعداد القتلى بين المحتجين وأظهر مقطع المصور مئة شخص على الأقل وهم يغلقون طريقا وسط طهران ويهتفون بالمدفع أو الدبابة أو الألعاب النارية يجب أن يسقط الملالي كما أظهر مقطع المصور آخر عشرات من رجال شرطة مكافحة الشغب منتشرين في أحد شوارع طهران حيث يشتعل حريق وفي رشد عاصمة قليم جيلان في شمال إيران شهد عشرات المتظاهرين وهم يرددون من كردستان إلى جيلان أضحي بحياتي من أجل إيران تأكيدا للوحدة الوطنية إلى ذلك دعت مجموعات ناشطة المحتجين إلى التجمع في وقت مبكر بعد الظهر في كسر لنمط المظاهرات الليلية السائد منذ بدء الاحتجاجات التي تشتاح إيران منذ ما يقرب من أربعة أسابيع كما دع عمال في مجال النفط والبترو كمياويات إلى تنظيم إضراب واحتجاجات على قمع المتظاهرين مما ينذر في حال تنفيذه بأزمة اقتصادية تضاف إلى تلك التي تعصف بإيران منذ أعوام يأتي هذا بينما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بارتفاع عدة قتل الاحتجاجات في إيران إلى أكثر من مئتي شخص بينهم 32 طفلا وذلك في 18 محافظة مشيرة إلى أن غالبياية الضحايا سقطوا في محافظات سيستان وبلوشستان وكردستان وأذربيجان الغربية ترجمة نانسي قنقر